منذ ثلاث سنوات فقط وفي إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة تم ترحيل هؤلاء إلى حي عونات سكران ببلدية حمام الدباغ في ولاية قلمة ليجدوا أنفسهم محاصرين بجملة من النقائص التنموية التي زادت من معاناتهم السلطات هي راقدة ساعة محركة حتى ساكن الطريقة راي تكسرت راي يشتمت كملهاش لو تقعد على الوضع هذا راي يشتمت كملهاش حنا واش نطلبو نطلبو الناس هدول المراقبين تعال أشغال طريق هادية يراقبوا الأشغال راي مش مخدموا على المعايير التقنية قد قد تعطرق الإنارة العمومية هي واحدة من أهم الانشغالات التي يطالب تسويتها سكان الحي عندنا الضوء ما يشعلش إلا شعلت لامبا عربعة ما يشعلوش عندنا الوطية هذه هنا أولادنا إلا كان خرجوا اللي هنا يلعبوا الصغير الصغير وانتا صغير ظل مكتبوا في الدار هم تكتبش يعني كي هنا كي في الدار كي يخلجوا الولادين مكانش خلاص يعني هضرنا 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 لكل مسؤولين في حمام الدباغ كلمة هي كينا التنفيذ ربي يجي كلي راج بي بليك هذا الكلي راج يشوفوا فيه العامل يفات عندنا بقرة اللي هنا جات السلطات كل شفاء بقرة حيوانها يشوفوا فيهم التكة على البوتو مات ضربوا تري سيتي في الأرض موراها باسمانة هضرنا هضرنا معاودة تزاعد عاودة الحيوانات الهد نعجا ومعزا زادوا التكة على البوتو ضربهم تري سيتي كلي راج بي بليك كامل في الأرض في تري سيتي دركونش عن وديدخل له الماء كامل يدير لفوذر أما أولياء التلاميذ فهم يطالبون بالنقل المدرسي لأبنائهم الذين يقطعون مسافات طويلة للالتحاق بمقاعد الدراسة ما بالك انت طفل صغير والله طفلة تتروح من هنا تنوضع للخمسة طاع الصباح تتروح للخرجة تحمام دباغ السان كارافاني يعني زيد تضرب عليها الخمسة العشية ليل شتى كيف جاي الطفلة منذم طفل ممكن نقوله راجل يتمرمد ويوصل والطفلة كيف جاي ربعة والله خمسة كيلومتر في الليل ويبقى سكان حياوينات سكران ينتظرون وقوف السلطات المحلية إلى جانبهم قبل حلول فصل المطر